الحمد لله حمداً كثيراً طيباً ومباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وحق حمده لا أحسي ثناءً عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها في هذه الحلقة سنتناول اسمين من أسماء الله عز وجل تقدم لهم مبدأ وهو اسم الله الخالق وأما الاسمان اللذان سنتناولهم اليوم هما اسم الله البارئ والمصور جل في علا ذكر الله تعالى هذين الاسمين في محكم كتابه في سياق واحد في أواخر سورة الحشر قال الله جل في علا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هكذا ذكر الله تعالى هذه الأسماء الثلاثة مقترنة في هذا الموضع و ذكر الله تعالى فعل التصوير في مواضع عديدة كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في عدل فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك و ذكر الله تعالى البارئ مضافا في أسمائه جل وعلا في قوله جل وعلا و إذ قال موسى لقومه يا قوم إنما إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فذكرهم مضافا إلى بعض خلقه و هذه المواضع التي ذكر الله تعالى فيها ما وصف به نفسه من هذين الوصفين البارئ المصور أما السنة فقد جاء هذان الإسمان في سرد الأسماء التي ألحقت بالحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسع ناس من أحصاها دخل جنة ثم جاء في حديث مدرج هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره ذكر منها الخالق البارئ المصور فجاء عدها في هذا الحديث لم يأتي لها ذكر في سياق مستقل إنما جاء في هذا الحديث المدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الأسماء تثبت إما بنص من الكتاب وإما بنص من السنة لا يتجاوز القرآن والحديث فإذا ثبت في الكتاب والسنة كانت ثبوتا من الوحيين وإذا ثبت في الكتاب كان كافيا كما إذا ثبت في السنة كان كافيا في إثبات الاسم الآن بعد هذا النظر والحديث عن ورود هذين الاسمين في الكتاب والسنة نريد أن نقف مع معنى هذين الاسمين البارئ المصور ولن نتمكن من إدراك تمام معنى هذين الاسمين إلا بالتطرق إلى اسم الخالق الذي سبق الحديث عن الخالق هو الموجد جل في علاه الموجد من العدم فالخلق هو الإيجاد والتكوين والله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده وقد ذكر الله تعالى هذه الصفة في أول ما ذكر مما أخبر به عن نفسه ففي سورة العلق يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الرسالة وفي بدايات الإيحاء يذكره بالخلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا الوصف هو أبرز الأوصاف الموجبة للإذعان له جل في علاه فهو الخالق سبحانه وبحمده كما أنه ذكر هذا في أول الآيات التي أمر فيها بعبادته فقال جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لذلك هذه الصفة ومتعلقاتها من اسم البارئ واسم مصور هي من أدل الأسماء على استحقاق الله العبودية وأنه لا يستحق أحد أن يعبد سواه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كيف يعبد ما لا يخلق ولا يملك ولا يرزق ولا يدبر إنه لا يعبد إلا الله الذي له الخلق والملك والرزق والتدبير سبحانه وبحمده الخلق هو الإيجاد والتكوين وأما البارئ فالبارئ والمصور من أهل العلم من قال البارئ خاص بنوع من الخلق وهو خلق الحيوان فالخلق يشمل كل موجود في السماوات والأرض أما البارئ فإنه خلق للحيوان على وجه الخصوص ولذلك أضافه الله تعالى إلى الخلق في قوله تعالى في قول موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فأضاف البرأ إلى الخلق من الحيوان دون غيره هكذا قال بعض أهل العلم وقال آخرون في التفريق قالوا إن البارئ هو تنفيذ الخلق لأن الخلق يطلق ويراد به التقدير وأما البرء فهو تنفيذ ذلك وإيجاده وإبرازه وإظهاره بعد أن كان مجرد تقدير فالخلق بمعنى التقدير والبرء بمعنى إيجاد وتنفيذ ذلك التقدير وهذا إذا اقترنا وإلا فالخلق يطلق على الإيجاد والتكوين لكن إذا اقترنا الخلق مع البرء كما قال تعالى الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو الملي هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو ثم ذكر قال الخالق البارئ المصور قال الخالق هنا بمعنى المقدر لأنه اقترنا بالبارئ الذي هو تنفيذ ذلك التقدير يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول رحمه الله الخلق هو التقدير والبرء هو الفري ما معنى الفري قال هو التنفيذ يعني هو تحقيق ما قدره إيجاد ما سبق به تقديره ومشيئته وعلمه وكتابته سبحانه وبحمده وهذا له شاهد في كلام العرب قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقته ولأنت تفري أي توجد وتنفذ ما خلقته يعني ما قدرته وبعض القوم يخلق ثم لا يفري إذن الآن تبين لنا أن الخلق بمعنى التقدير والبرء بمعنى التنفيذ هذا هو النوع الثاني أو هذا هو الوجه الثاني من التفريق بين الخلق والبرء أعيد باختصار حتى نجمل هذه النقطة أن الخلق والبرء كلاهما يدل على الإيجاد هذا معنى لكن الفرق بينهما من أهل العلم من يقول الفرق بين الخلق والبرء أن الخلق يفيد الخلق العام الإيجاد العام التكوين العام وأما البرء فهو إيجاد الحيوان على وجه الخصوص يعني الحي لا سيم الإنسان لأن الله أضاف إليه ذلك في قوله تعالى وتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم هذا المعنى الأول أو الفرق الأول والوجه الأول في التفريق الوجه الثاني في التفريق أن الخلق بمعنى التقدير والبرأة بمعنى تنفيذ ذلك التقدير إيجاد ذلك التقدير كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يتمكن من الإيجاد أما التصوير فالتصوير هو التشكيل التصوير هو تحديد صورة ذلك المخلوق فهو مرحلة زائدة على مجرد الخلق والبرء الخلق تقدير والبرء إيجاد وتكوين والتصوير تشكيل وإخراج ذلك في صورة وقد قال الله جل وعلا في بيان تصويره لخلقه كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك فجعل الخلق والتسوي والتعديل ثم ذكر التصوير بعد ذلك وقد قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال تعالى في تفصيل الخلق ومراحله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة كل هذا خلق فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا معنى هذين الإسمين الشريفين لله عز وجل اسم البارئ المصور وهم إسمان كريمان لله عز وجل يبينان للخلق عظيم صلع الله عز وجل فيهم وفي غيرهم من المخلوقات وهم الدالان على أنه المستحق للعبادة المستحق للتنزيه المستحق للتوجه ولهذا إذا تذكر العبد أن الله هو الذي صوره وأن الله تعالى هو الذي خلقه وأن الله تعالى هو الذي برأه لم يكن في قلبه ميل إلى سواه بل الإقبال عليه والمحبة له والتوجه إليه والتعظيم له سبحانه بحمده فهذان الإسمان يقدحان في قلب العبد تنزيه الله عن أن يكون له شريك هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له وانظر كيف ذكر التسبح والتنزيه بأن لا يكون له نظير ولا يكون له شريك ولا يكون له مكافئ سبحانه بحمده ولا يكون له مثيل لأنه المتصف بتلك الصفات العظيمة التي لا ينازعه فيها أحد لا أحد ينازع في أن الله تعالى هو الخالق ولذلك كان المشركون الذين يوجهوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق ولإنسان تم الخلق السماوات والأرض لا يقولون الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لم يدى أحد أنه يستطيع أن يخلق ذرة أو ما هو أدنى من ذلك بل الجميع مقرون بأن الله هو الخلاق العليم وأنه هو البارئ المصور جل في علاه وبالتالي إذا كان الله تعالى على هذا النحو من انفراده بالخلق والبرء والتصوير فليس لأحد أن يصف العبادة إلى سوى العزيز الغفور جل في علاه بل الواجب أن يتوجه إليه بالإجلال والتعظيم والعبودية والمحبة فلا شريك له سبحانه وبحمده هذا مما ينبغي للمؤمن أن يستحذره عند تذكر هذه الأسماء العظيمة لله عز وجل وأن لا يخرج عن خلق الله عز وجل عن مدلول خلق الله في وجوب العبادة له وحده لا شريك له هنا أيضا أمر ينبغي أن يستحذره المؤمن أن لا يعيب شيئا من خلق الله وأن لا يستهز بشيء من آيات الله فلله في كل خلقه حكمة كل ما في هذا الكون من مخلوقات على كل أوجهها النافع منها والضار فيما ترى وفيما تحسب الله تعالى قد خلقها لحكمة فهو الحكيم الخبير أظهر قدرته وقوة وعظمته في خلقه فهذا الكتاب المسطور دال على عظيم قد الرب العزيز الغفور يقول الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض همرون عليها وهم عنها معرضون فتح الله بصائر قلوبنا ورزقنا وإياكم العبرة والعظة بما نشاهده من آياته الدالة على عظمته و جعلنا من خاصته وأوليائه و صلى الله و سلم على نبينا محمد إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضم و داعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة